ايوه يا عم انت فين؟ انا في البيت اهو من هو اي فتحت الزفت؟ هو انا عارف ان انت عند الزفت اهي دي الميزة اللي خدتها من الجارية في الحواري وراك خامس سنين يا عم انا سبرساجي وشمام وانتو كلكم اولاد ناس سبني في حالي بقى او النبي بقولك ايه يا عاطف الشويتين دول تعملوا معلوم كلهم اللي انا تناسي لما كنت بكبس اجارك الفارط في المخاب ده عندي عشان امك ما تنفيشاش في جلوبك؟ تفاكر بقى لما تقفاشت؟ وامك هتترعاني حتة تعلقه عشان اقول لها ايه وبرضو مقولتش ايوه بس انا الحقتة لحقتة مين يا عم الجاحت ده انت فضلت تضرب معاهم وقعدت تقول لي يا صايع يا بايز يا مش عارف ايه كده يا سبرساجي يا سبرساجي اه قعدت تقول لي يا سبرساجي يا عاطف بماشي بس انا برضو كده الحقتك وبعدين مش ايدي ارحم ولا عصايت امك بقول لك يا عاطف كيف هي بقى لحد كده وما اتعرضهاش امك هتنوت من الرعب عليك وحيط ربنا ناسبتها بتضيع على نفسها بسبب القلم اللي اديتها الشر عنا السابق دي ازاي بقى؟ وهي اللي بخليفها الشر تاني يا عاطف على فكرة الولايه هو كان زمنك مش شرف جنب ابوك في تربته يا عم على عيني وعلى راسي بس انت عارف اخوك يا خالي طول عمر طنعه وعناني وميفكرش غير في نفسه بس مش حرامي يا عاطف ومش هيعمل كل ده عشان يسرق ايه بس الفلوس بتغري الله ينور عليك وهو ده اللي قالت امك بالزبط وعندها في مليون حق الفلوس دي ملعونة يا عاطف والحمد لله ان هي غارت في الستين ده وراحت للقبلسة اللي زيها طب ماشي خليه احنا بقى نتعبون اكل في الزلط وش عندي اكل الشلط